في لقاء تشاوري احتضنته مدينة مراكش حول إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير رقم 19 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أكد المشاركون أن لا تنمية ولا تقدم ولا حداثة بدون محاربة التمييز العنصري وترسيخ قيم المساواة بين الجنسين وأبرز خلال هذا اللقاء الثاني من نوعها الذي تنظمه الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بعد لقاء فاس والذي تميز بحضور خبراء وباحثين جامعيين ومنتخبين ممثلين المجتمع المدني أهمية إدماج مقاربة حقوق الإنسان بما فيها محاربة التمييز العنصري في برامج التربية الترابية مع الدعوة لإحداث مراصد للتتبع وتقييم السياسات الترابية في مجال مناخضة كل أشكال التمييز هذا وتهدف اللقاءات الجهوية إلى تعزيز المقاربة التشاورية الواسعة والتفاعل الإيجابي مع مختلف الأطراف المعنية على المستويين الجهوي والمحلي وكذا تكريس الحوار والتنسيق بين هذه الأطراف إضافة إلى إشراك الفاعل لمختلف فعاليات المجتمع المدني الجهوي والمحلي بشأن المبادرات المتخذة من أجل تفعيل وإعمال التوصيات والملاحظات الختمية لنجلة القضاء على التمييز العنصري الموجهة للمغرب وبعد النظر في تقريره الدوريين السابع عشر والثامن عشر المقدمين في وثيقة واحدة في الخامس والعشرين من عشد من عام الفين وعشرة ترجمة نانسي قنقر